وكان رئيس مجلس محافظة ديالة عمر الكروي قد نجى من محاولة اغتيال بعد تعرض موكبه لهجوم مسلح في منطقة الحديد بمدينة بعقوبة هذا تشهد المحافظة توترا أمنيا غداة انعقاد جلسة مجلس المحافظة الخاصة بالتصويت على إقالة المحافظة مثنى التميمي انفلات أمني غير مسبوق تشهده محافظة ديالة قبيل انعقاد جلسة مجلس المحافظة المخصصة لإقالة المحافظة مثنى التميمي والتي من المقرر أن تكون في مبنى المجلس المحلي لناحية السلام في قضاء الخالص شمالي المحافظة إذ انتشرت القوات الأمنية وميليشيات وقطعت الطرق الرئيسة والفرعية في ناحية السلام ومركز مدينة بعقوبة لمنع وصول الأعضاء فيما طوقت قوة من سوات مبنى المجلس المحلي لناحية السلام حيث مكان عقد الجلسة وحاصرت الميليشيات ستة أعضاء في ناحية دل عباس فيما حاصرت ميليشيات أخرى أربع عشرة عضوا في ناحية السلام بمنزل عضو المجلس ساجد العنبقي ما دعا أعضاء مجلس المحافظة إلى توجيه نداء عاجل إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإرسال قوة لفك الحصار عنهم وهذا ما حصل بعدما أرسل الأخير قوة خاصة قادمة من بغداد لكن على ما يبدو إنها لم تشفع للأعضاء بسبب الانتشار الكبير للميليشيات الذي فاق عددها هذه القوة واستخدم المحافظ مثنى تميمي كل الوسائل للضغط على الأعضاء لثنيهم عن إقالته منها إصدار مذكرات قبض جديدة بحق اثنين من أعضاء المجلس فيما لا يزال قائد عمليات ديالا يضغط على الأعضاء لتأجيل الجلسة إلى شهر كامل